اشتركوا في القناة الهالورونيك أسد هو من عدكم يستخدمونه لمن يستخدمونه للبشرة شغلة شون على البشرة؟ الهالورونيك أسد يقترق حمض الهالورونيك أسد الطبقة العليا من البشرة راح يزيدها بالرطوبة اللي تحتاجها وبالتالي راح يجعل الوجه فعال ورطب وبالتالي راح تكون البشرة أقل عرضة للتلف أي عوامل خارجية أو بيئية ممكن أن تأثر على الوجه راح يحمي الوجه ويجعل أكثر رطوبة ويطيله معان وتعزيز ويعمل أيضا الهيرونيك أسد كمضاد للأكسدة يعني من أهم فوائد إليه أنه يشتغل مضاد للأكسدة فبالتالي الأشخاص اللي كبار بالسن اللي يصير عدتهم شيخوخة بالبشرة اللي يصير عدتهم تجاعيد اللي يصير عدتهم خطوط رفيعة الهيرونيك أسد رح يشتغل كمضاد للأكسدة رح يعمل على حبس الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة البشرة وعن التجاعيد وعن الخطوط الرفيعة وأيضا الهيرونيك أسد رح يعمل على إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة اللي تصير مع التقدم بالعمر الزياني الهيرونيك أسد أيضا إلى وظيفة جدا مهمة أنه يحافظ على مادة الكولاجين الكولاجين ويعززها وين يعززها بالأنسجة؟ أظامة وبالتالي كلنا نعرف وظائف الكولاجين للجسم وأيضا للعظام والشعر والأظافر والجلد إذن مادة الهيرونيك أسد يحافظ على مادة الكولاجين وايضا يساهم الهيلولونك أسد مع مرور بالوقت ومع الاستعمال في شد البشرة ويمنع ترهولاتها مع مرور الوقت وايضا الهيلولونك أسد يعمل في تنعيم البشرة ومثل ما قلت لكم يرطب الجريز الشون انه انت تختار الهيلولونك أسد شون يعني تختار سيرام يا اما تختار سيرام او يا اما تختار كريم شون اذا كانت البشرة مالتك جهنية او بشرتك مختلطة فافظلك تستخدم سيرام او حمض الهيلولونك أسد اما اذا كانت البشرة مالتك ايضا جافة او بشرة عادية ايضا نصحك باختيار حمض الهيلورونيك اسد لان هذا رح يكون يساعد على ترطيب ورح يعالج تشققات ايضا موجودة والشيخوخة ويعمل على محاربة الانسجة التالفة يعني اذا كانت بشرتك دهنية او بشرتك دهنية او بشرة مختلطة او بشرة جافة او بشرة عادية نصحك باستخدام الهيلورونيك اسد اما اذا كانت البشرة حساسة بهاي الحالة لازم تستخدم كريم لان الكريم رح تكون النسبة مالتك اثنين الى ثلاثة بالمية اما سيرام رح يكون خمسة بالمية فبالتالي رح يكون خالي من الزيوت فاذا كانت البشرة مالتك حساسة نصحك باستخدام الكريم يمكن استخدام الحقن الموضعية باستشارة الدكتور تجميل تحياتي لكم وشكرا جزيلا